ترجمة نانسي قنقر بالوزارة بالتعاون مع مركز عيسى الثقافي ووزارة شؤون الشباب والرياضة في الفترة من الثالث والعشرين إلى الثامن والعشرين من أبريل الجاري وذلك بمدرسة الخنساء الابتدائية للبنات تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للكتاب الذي يوافق الثالث والعشرين من شهر أبريل من كل عام سعادة الوزير أكد أن الوزارة توفر أكثر من نصف مليون كتاب موزعين على مراكز مصادر التعلم بجميع المدارس الحكومية فضلاً عن سبعة وتسعين ألف كتاب بمراكز مصادر المعرفة لتشجيع الطلبة وغيرهم من شرائح المجتمع على القراءة باعتبارها مدخلاً رئيساً للمعرفة بشتى مجالاتها فضلاً عن أهميتها في نشر قيم التسامح والتعايش والحوار والانفتاح الثقافي لغى شهادت وزارة التربية والتعليم العديد من الفعاليات التي تبين اهتمام وزارة التربية والتعليم بالقراءة وتشجيعها وتنمية المعرفة لجميع الطلبة خصوصاً فضل توسع الوزارة في استخدام التعليم الإلكتروني لا شك أن الكتاب كان ولا زال وسيكون في المستقبل منطلقاً مهماً للتزود بالمعرفة وفتح الآفاق وإثراء الحصيلة العلمية لأبنائنا الطلبة فأنا أحب أشكر في هذا اليوم جميع من نظمة وشارك في احتفال وزارة التربية والتعليم بالكتاب الذي يحظى باهتماماً كبيراً لدى وزارة التربية والتعليم فالكتاب يشكل العمود الفغري للمعرفة ونحن نحرص على تنمية القراءة داخل مدارسنا خصوصاً في ظل التوسع في التعليم الإلكتروني الذي يفتح أفاق كبيراً أمام أبنائنا الطلبة لا شك أن الثقافة تسهم أيضاً في الارتقاء بالتحصيل الدراسي لدى أبنائنا الطلبة وهذا هدف وغاية أساسية لدينا في وزارة التربية والتعليم واطلع الوزير على عدد من الأنشطة والمشاريع المدرسية المشجعة على القراءة والتي تشمل جميع الطلبة بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى مشروع القارئة الماهرة ومشروع القراءة للجميع إضافة إلى أنشطة القراءة الرقمية باستخدام الأجهزة الذكية وتقديراً لدور المبدعين والكتاب البحرينيين في هذه المناسبة كرم الوزير الشاعر القدير علي الشرقاوي كما ألقت إحدى الطالبات قصيدة بلد عيني للشاعر الشرقاوي بهذه المناسبة شي رائع أن يكون هناك احتفال بالكتاب من خلال مدارس لأن الطلبة يمثلون نصف الحاضر لكنهم كلهم كل المستقبل لذلك فهو اليوم تكريم للمستقبل من خلال الطلبة والكتاب من جانب آخر افتتح الوزير الاحتفال الذي نظمته إدارة المكتبات العامة ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمركز مصادر المعرفة في المحرق بمشاركة جميع مراكز مصادر المعرفة التابعة للوزارة والموزعة على المحافظات الأربع واطلع الوزير على الخدمات المتنوعة التي تقدمها المراكز للطلبة وعموم الجمهور في الفترتين الصباحية والمسائية ومنها الأنشطة المنفذة باستخدام التقنيات الرقمية كقراءة وتصميم القصص إلكترونيا وتنفيذ المسابقات الثقافية التفاعلية إضافة إلى أنشطة سرج القصص وربطها بالألعاب الذهنية ومهارات التفكير الإبداعي وغير ذلك من الكتب والأنشطة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن مشروع أصدقاء المركز لتعزيز التواصل بين المراكز وجمهورها في كل محافظة